اشتركوا في القناة 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 الزبدة ما تفكش معانا والدوب وتبوز لنا ملمس العجينة ما نقدرش ان انا نشكلها في الاخر بسهولة هوقف خفق ونزل الجوانب تاني وهنا هضيف عين الجمل والشوكولاتة وهقلب تاني كمان لمدة 30 ثانية نوقف تاني ونضيف هنا المواد الجافة اول حاجة هضيفها تكونوا عين الدقيق هزود عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من البايكينج صودة ومعلقتين صغيرين من البايكينج باودر وهقلب لاخر مرة لمدة 30 ثانية عندي هنا على جنب حبتين من البيت هزود عليهم معلقة صغيرة من الفاناليا وهنزل بالتدريج على الخليط ده البيت بنضيفه اخر حاجة لان ده التكنيك الأشهر لنعدى من الكوكي هضيف البيت بالتدريج يدوب نستنى كده ثلاث ثواني ونوقف العجان على طول ما نقلبش كتير علشان العجينة ما تلزقش معانا وتعمل عرق بعد ما البدي اندمج على طول هنوقف خفق بلاش تقليف كتير في الكوكيز اخر حاجة خالص بلمها بأداية كده مرتين اتأكد ان كل حاجة اندمجت مع بعضها وان القلب بتاعي من تحت مفيش اي حاجة مترسبة او من ده مجدش من المكونات النوع ده من الكوكي العجينة بتاعته بتبقى سلسة جدا يعني نقدر نمسكها كده بادينا ونشكلها على طول اول حاجة هعملها النسخة الاشهر بتاعت ليفان باكري اللي هي بيبقى حجمها كبير وزن القطعة تقريبا بيبقى 125 جرام منتفخة وكبيرة مقرمشة من بره ومن جوه فاضجي جدا بناخد قطعة من العجين نوزنها وزن 125 جرام بيبقى حجمها كبير شوية بعدين منلفها كرة كده بنقدينا ونروسها على صناية جنبنا حاولوا كده تعملوا شكل كرة مظبوط علشان يطلع شكلها حلو معاكو في الاخر لما بخلص الكمية كلها بدخلها الفريزر لمدة 90 دقيقة او ساعة ونص ممكن كمان تحفظوها في الفريزر ودخلوها للفرن تاني يوم اذا حبي وده مقدار تاني من العجين عملته بالشوكلة شاب المقدار التاني ده من العجين هشكله بحجم اصغر شوية يعني حجم القطعة تقريبا هيبقى 90 جرام المية 25 جرام بتخلي الكوكيز مقرمشة من فوق ومن تحت ومن جوه فاضجي اللي هنشكلها بوزن 90 جرام هتطلع من جوه فاضجي على كيكي شوية ومن بره هتكون مقرمشة جدا يعني قوام وسط بين الاتنين هشكلها الكرات وعلشان اخد شكل الكوكيز التقليدي اللي احنا متعودين عليه هجيب كده بعض الحبيبات من الشوكولاتة وسبتها عليها كويس كده من فوق بعد ما بخلص الكمية كلها بدخلها الفريزر لمدة ساعة ونصة او 90 دقيقة متقللوش عن كده الصناعة بتاعتي بسبت فيها ورقة زبدة او ممكن مفرش خبز وبدخلها الفرن على حرارة 180 وهي فاضية تسخن كويس قوي وبعدين بروس على حبات الكوكي بتاعتي وبسيب مسافة محترمة بين كل واحدة والتانية يعني اتواصوا بالمسافة شوية اهم حاجة في النوع ده من الكوكي او في التصوية بتاعته ان الفرن بتاعنا يكون ساخن مسبقا كويس جدا على حرارة 180 والصناعة اللي هنحط عليها الحبات بتاعت الكوكي تكون سخنة جدا او سخنة جدا النوع ده من الكوكيس بيحتاج في الفرن 17 دقيقة على عكس اي وصفة تاني بتقول 11 دقيقة 13 دقيقة 15 دقيقة انا عارفة ان هو رقم كبير لكن هتاكلوا احلى كوكيس ممكن تكونوا جربتوها قبل كده لما بتخرج من الفرن بسيبها في الصناعة 5 دقايق ما بقربش منها تماما بعدين بحطها على شبكة واسيبها تبرد خالص احلى حاجة في الكوكيس تاكلوها بردة هتاخدوا احلى طعم واحلى قرمشة واحلى قوام من جوه ومن بره كمان وصفة استحقت امو تحضروها تحضروا معها قهوة او حليب وتكافؤوا نفسكوا على تعب اليوم كله سواء في الشغل او مع الولاد او المذكرة انا بحب قوي جنبها قهوة وتكون بدون اي سكر تماما واخد السكر بتاعي من الكوكي حاجة كده رهيبة يا جماعة شوفوا قد ايك رزبي جدا من بره ومن جوه فاضي ورهيبة جدا اللي حجمها كبير اللي هي 125 جرام او اللي هي نيويورك ستايل تايل فان باكري النوع ده بيكون مقرمش جدا من بره ومن جوه فاضي جدا بتاكلوه كده مع بعضه مع الشوكولاتة الدايبة بيبقى مكس رهيب بجد طبقة مقرمشة مع طبقة فاضي مع طبقة تحت مقرمشة كمان وحبات الشوكولاتة كده بتدفه بقوكو لازم تجربه مش هتكلم كتير يعني الحجم التاني اللي عملنا اسفه غير او اللي هو 90 جرام وعملنا بالتشوكولات شاب ده بالنسبالي كان مثالي جدا لا كيكي ولا فاضي حاجة كده بتجمع بين الاتنين ومن بره كريزبي جدا كل ما بيبرد او بتسبول تاني يوم كل ما بتدوبه من طعمه اكتر الريحة الطعم والقوام هتحاسسك انكم بتاكلوا كوكيز من اشهر المخابس في العالم لكن حضرتو في البيت ومن ايديكو كمان الكمال بقية بعد ما بتتجمد في الفريزر بحطها في علوة جنب بعضها وبحفظها في الفريزر في اي وقت حاب بطلع واحدة كده جنب القهوة بحطها في الفرن 17 دقيقة وكلها على طول سواء بتحبوه بالشوكولاتة بالحليب او الشوكولات الدارك فعملنا الاتنين جربوه ده او ده هتحبوه جدا في الحر ده هناخد شوط قهوة مع شوية تلج ونزود عليهم كده شوية حليب بسيط بدون اي سكر تماما وناخد بقى السكر او التحلية من الكوكي الرهيب ده اوقات كمان بحب اغرمسوه في الحليب بيبقى طعمه رهيب لو عجبكو الفيديو ده عملو لي لايك واشوفكو على خير في فيديو جديد مع السلامة